شهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة فنون القتال المختلطة فحص الوزن الرسمي للمقاتلين المشاركين من نسخة العاشرة لبطولة القتال الشجاع لفنون القتال المختلطة للمحترفين والذي يبلغ عددهم 22 مقاتلا محترفا يمثلون 14 دولة من مختلف أنحاء العالم بعاصمة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عمان وقد حضر ماريسم إجراء فحص الوزن رئيسة وأعضاء اتحاد القتال الشجاع وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية للمقاتلين وعددا من ممثلي وسائل الإعلام الأردنية والعربية والعالمية وجمهورا من محبي وعشاق رياضة فنون القتال المختلطة وقد أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد عن سعادته بما شهده من تحدي واضح بين المقاتلين خلال فحص الوزن والذي عكس حرصهم البالق على تقديم أفضل المستويات متوقع سموه تشهد البطولة الحالية مستوى قتاليا عاليا يسهم في إبرازها وإنجاحها وقال سموه نتوقع أن بطولة بريف في نسختها العاشرة ستكون نزالاتها قوية وسنعلن فيها عن بطل وزن الريشة وضيفا سموه أن متابعته للتحضيرات الجادة والقوية من قبل المقاتلين المشاركين أظهرت تحديا واضحا سيعكسه الأداء الذي سيقدمونه خلال النزالات وضحا سموه أن البحث عن الفوز في النزالات سيجبر جميع المقاتلين على أن يظهروا بمستوى قتالي عالي ويقدموا أداء قويا لتحقيق ذلك منوه سموه إلى أن جميع المقاتلين يمتلكون قدرات قتالية كبيرة وأكد سموه أن النهج مستمر وفق رؤية سموه التي رسمها لهذه البطولة عبر مواصلة جولاتها حول العالم لتعزيز التجربة البحرينية التي باتت اليوم محل أنظار الجميع وما وصلت إليه من نجاحات في رياضة فنون القتال المختلطة وهذا بفضل رعاية ودعم القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة والجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بتنفيذ توجيهات القيادة عبر البرامج والخطط التي تنهض بالرياضة البحرينية لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار في المجال الرياضي والذي ينعكس على إحرازها مزيدا من النجاحات والمنجزات التي تعزز مكانة البحرين على الساحة العالمية وقال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة إن رغبتنا واضحة في تحقيق مزيد من النجاحات في هذه البطولة والتي تدفعنا نحو المضي قدما في تنفيذ الخطة التي وضعناها لهذه البطولة فنحن مؤمنون بالتحقيق الهدف المنشود بعد أن نجحنا في وضع بصمتنا في رياضة فنون القتال المختلطة العالمية عبر تحقيق الإنجازات وإطلاق هذه البطولة التي شقت طريقها للتنافس أقوى البطولات موجه سموه الشكر والتقدير لجميع الجهات الرسمية بالمملكة الأردنية الهاشمية على تعاونها لإقامة البطولة شاكرا ومقدرا سموه الجهود المميزة التي بذلها فريق العمل التنظيمي لهذه البطولة ومتمنيا سموه في الوقت ذاته التوفيق والنجاح على جميع المقاتلين المشاركين في هذه النسخة هذا وتنطلق مساء الجمعة منافسات بطولة بريف العاشرة والتي ينظمها اتحاد القتال الشجاع تحت شعار نهوض المملكة وذلك بالصالة الملاكمة بمدينة الملك حسين الرياضية بالعاصمة عمان